اعرف ايه العلامات اللي بتبين ان الراجل مش مهتم العلامات اللي بتبين انا عرفيها هو الراجل بيبدأ ما يهتمش اول ما تلاقيه ماسك تلفونه دايما ومشغول عن مراته كتير ومش مركز معاها ومشغول عنها وبيتحجج ان هو مشغول وبيشتغل عشان يجيب طلبات البيت طب لم يتحجج مش يمكن يكون مشغول بجد اغلب الرجالة مهما كانت مشغولة ممكن تفضي نفسها للخيانة وللجواز اه للخيانة وللجواز يعني ممكن يبقى مشغول بس عنده وقت يخون بالزبط كده لأن الراجل بيفتقد للأمان فبيدور دايما على الأمان بره البيت لو جوه البيت قدرت تلبيله ده ده بيفرق كتير والله أنا بقول لو قادة سواباح العشرة شامعة لو ألا عايز يخون هيخون بصي هو في رجالة للأمانة بيكون عندهم مبدأ من البداية إنه هو عايش في حياته من أجل ينجح بيته ومن أجل إنه هو يسعد زوجته وأولاده لكن ده الراجل إنه هو ده راجل الطموح الراجل بس لسه في رجالة كده نادراً النهاردة لما بتلاقي بسبب ضغوط الحياة والأعباء على الراجل لسه بيقول لي ضغوط الحياة ما هو ضغوط الحياة وبيخون ما هقولك على حاجة ما أنا قلت لك إن الراجل بقدر يفضي وقت ليخون فيه أو يفضي وقت إن حد يسمعه هو عايز يتكلم الراجل عايز بطبيعة الراجل عايز يتكلم لا أنا بسمع حاجات جديدة الراجل بطبيعة عايز في وسط ضغوط الحياة وفي وسط الشغل وفي وسط النوع مضغوط وتعبان محتاج نوعي فطفط زي ما السيت محتاج نوعي تفطفط مع إن السيتات أكتر ناس هي بتتكلم لكن الراجل كمان لما بيروح يخون مراته بيخونها ليه عشان عايز يتكلم عشان عايز يتكلم ومش لاقي اللي يسمعه ده حقيقي والله الراجل برضو يعني مشاعر وأعصاب ووقت وجهد وكل حاجة فهو بالتالي عايز اللي يقدره عايز اللي يقدر بعد تعب يوم ومعاناة عايز تلاقي اللي يسمعه فبالتالي نوايا الراجل هنا نوايا الراجل هنا هدان على حقيقتها بقى إن الراجل يا يكمل في الطريق الصح يا إما يمشي في الطريق الغلط بالظبط جدا لا إما يمشي في الطريق الصح يا إما يشوف طريق غلط ودي الأزمة طيب حتى لما عايز يشوف طريق غلطه عشان عايز يتكلم؟ عشان عايز يتكلم عايز يتقدر مش البناء آدم بطبيعته زكرة أو أنسة محتاج اللي يقدره محتاج اللي يسمعه محتاج اللي يوعيه محتاج اللي يفطفض معاه أنا النهاردة كراجل أو كست مضغوط علي في الحياة وتعبان ويشايل هموم وشايل وشايل كلنا مليانين ضغوط وأعباع حياتي بنحتاج اللي يقدرنا ويسمعنا طيب الحب حاجة والخيانة حاجة آه طبعا الحب استيتس حالة الحب حالة يعني مش شرط أن أنا لو هخون أبقى أنا ما بحبش البني آدم بالزبط كده بالزبط ويقول حاجات حلوة والراجل وأغلب الرجالة بتضحك على الطرف الثالث من مبدأ الحب وهو أصلا ما بيكونش في نيته إنه هو حب يعني يروح للطرف الثالث حتى لو هوا متجاوز ويقعد يقول لها أنا بحبك ولقيت معاك اللي ما شفتهوش وشفتي معاك اللي ما حستهوش كلام ده هيستعد رجالة جدا ويقول كلام كتير قوي ويقعد يقول يا ده أنا مش هعرف أنا كنت فين وقت ما كنت بتجاوز أنا مرة واحدة كده لقيت نفسك جاوزت مرة واحدة اكتشفت إن مش دي اللي أنا كنت المفروض أتجاوزها اكتشفت مش دي الست اللي أنا كنت عايزة طيب بتزعقني ده بيحصل إمتى بتصوت فوشي ما بتقدرني إيش أغلب الرجالة لما بيبقى من بين عشرين لتلاتين سنة ده اللي بيحصل عموما في حياتنا وبشوفه كتير إنه في الفترة دي بيبقى بيختار ست أو بنوتا حسب المجتمع وأهله وعايزين إيه ولكن الجوازة التانية تبقى زي ما هو عايز زي ما مشاعره عايز يعني في الأول ما كانش فيه مشاعر هو في الأول بيكون فيه فرحة البدايات والاحتياج بتاع الزكور بس دايما فرحة البدايات حلوة فرحة البدايات في كلها حلوة يعني حتى لو تجوز أربع مرات البدايات دايما حلوة جميل جدا جميل الراجل في فرق وهتلاقي بعد كي يدور على الخمسة أو الستة الراجل كائن ما عندوش ثوابت عايش بيها إلا من رحمة ربي